عبقة برائحة الدم تدخل هدنة اليمن المرتقبة تحيز التنفيذ في غدون ساعات لتفسح المجال أمام لغة الدبلوماسية للبحث عن تسوية للنزاع ولكن تطورات الساعات الماضية في الميادين اليمنية حملت تصعيدا كبيرا جعل البعض يتخوف على مصير الهدنة والمسار الدبلوماسي للأزمة باقتضاب نقلت وسائل الإعلام الخليجية نبأ مقتل ضابتين من قيادات قوات التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة تعزي اليمنية وهما العقيد الركن السعودي عبدالله السهيان والضابط الإماراتي سلطان الكتبي دون أن تقدم تفاصيل بشأن كيفية مقتلهما بيد أن وسائل إعلام محلية أكدت أن الضابتين كانا من بين العشرات من عناصر التحالف الذين قتلوا في هجوم بصاروخ تشكا شنه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على معسكرهم في باب المندب مضيفة أن من بين هؤلاء جنود من جنسيات يمنية وخليجية وسودانية وتظهر المقابلة مع السهيان التي طفت عبر موقع يوتيوب الدور القيادية الذي كان يطلع به في قوات التحالف السعودي في اليمن حيث تحدثت بعض المصادر أنه قائد القوات الخاصة السعودية في اليمن وقد ظهر قبل أيام قليلة بصحبة الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الذي كرمه قد يكون الهجوم الصاروخي على منطقة ذوباب الاستراتيجية في باب المندب الأكثر دموية الذي يستهدف قوات التحالف السعودي منذ هجوم صاروخي مماثل شنه الحوتيون وأنصارهم على معسكرهم في مأرب في سبتمبر الماضي حيث قتل العشرات من الجنود السعوديين والإماراتيين وفي محافظة حج شمال اليمن مهرت الدماء ساعات ما قبل الهدنة أيضا التحدثت المصادر الطبية عن مقتل تسعة عشر مدنيا بينهم أطفال ونساء في غارات شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية على المدينة الخاضعة لسيطرة الحوتيين وقوات صالح ورغم العنف تبشر الساعات القادمة اليمنيين بتهدئة يتوقون إليها إذ أكدت حكومة اليمنية أن التطورات الميدانية الأخيرة لن تعرق لهدنة الأيام السبعة المتوقع انطلاقها بالتزامن مع مفاوضات سويسرا بين وفتي الحكومة من جهة والحوثيين وصالح من جهة أخرى برعاية أممية ومع هذا تبدي مصادر الطرفين خشيتها من أن تهدد الأحداث الميدانية الأخيرة أي تقدم يمكن لهذه المفاوضات أن تحرزه